موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية وأستهلها باسم الله الرحمن الرحيم عقد فخامة رئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم اجتماعا ضمنائبه الفريق الرقم علي محسن صالح ورئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر مستشار رئيس الجمهورية الدكتور رشاد العالمي ومحافظ عدن عبد العزيز المفلحي جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية على الساحة الوطنية وأكد فخامة رئيسنا تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء اليمن الاتحادي هو خيار الشعب اليمني المبني على الشراكة والعضالة والمسواة بين كافة أبناء الشعب كما أكد أن بشائر النصر تلوح في الأفق على الميليشيات الإنقلابية وسيتم دحرها واستعادة مؤسسات الدولة وأن التجربة الإيرانية فاشلت وستفشل في اليمن وسيرفضها كل أبناء اليمن وقال فخامته أن الميليشيات الإنقلابية ترفض الإنصياع لدعوات السلام المبنية على المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن على رأسها قرار الفين ومائتين وستة عشر وأشهد رئيس الجمهورية بتضحيات وبسالة أبطال الجيش الوطني الذين يسطرون أروع البطولات في ميادين الشرف وثمن الدعم المساندة الكبيرة لليمن من قبل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية الصعودية وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع بمحافظة عدن وتنفيذ المشاريع الخدمية المختلفة وفي مقدمتها الكهرباء والطرق والمياه وإعادة الإعمار وتطبيع الأوضاع في المحافظة وغيرها من المحافظات المحررة واستمع فخامته من المحافظ إلى خطط إنعاش الأوضاع الخدمية والمعيشية وتحريك المياه الراكدة في عدن بما يعيد ألق المحافظة الذي عرفت به خلال المراحل السابقة منوها باهتمام فخامة الرئيس ومتابعته المستمرة والحثيثة للأوضاع في عدن والمستوى الخدمي المقدم للمواطنين وأشهد رئيس الجمهورية بالجهود المبدولة من الحكومة من قيادة السلطة المحلية في المحافظة لتطبيع الأوضاع وتوفير الخدمات للمواطنين موجها المحافظ بالمزيد من الجهود بما يخدم المصلحة العامة لأبناء عدن وقال إن العاصمة المؤقت عدن تشهد تحصنا ملحوظا في كافة المجالات الإغاثية وإعادة إعمار ما خلفت الحرب وتأهيل العديد من المرافق الصحية والخدمية والتعليمية والعسكرية موضحا حجم التحديات الأمنية وغيرها والتي يجب أن يتم التصدي لها بالتوحيد اللحمة الشعبية لجميع أبناء المحافظة والعمل المشترك مع كافة أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني وتفعيل دور الشباب للإسهام في الدفع بعجلة الحياة نحو الأفضل من جانبه عبر محافظ عدن عن شكره وتقديره لفخامة رئيس الجمهورية على متابعته المستمرة وتوجهاته التي كان لها الأثر الأكبر في استكباب الحياة في عدن وتحصين الخدمات التي تقدم للمواطنين في مختلف المجالات وأكد في الوقت ذاته أن المرحلة تطلب توحيد الجهود وتضافرها بين كافة المؤسسات والمرافق لحفظ الأمن والاستقرار في المحافظة واستكمال مشاريع البناء ويعادة الإعمار والتنمية في مختلف البنى التحتية التي تعرضت للدمار جراء الحرب العبثية التي شنتها ميليشيا الحوطي وصالح على عدد من المحافظات وقد نوها فخامة الرئيس بالجهود المبدولة من قبل نائبه ورئيس الوزراء ومحافظ عدن وحثهم على المزيد من الجهود لاستمرار تحقيق الانتصارات العسكرية وتوفير الخدمات للمواطنين في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات توجه فخامة الرئيس عبدالرب منصور هادي رئيس الجمهورية إلى المملكة المغربية الشقيقة في زيارة خاصة يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن بعث فخامة الرئيس عبدالرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء وموساهل لؤي عباس غالب وإخوانه وأسرته والأسرة الإعلامية والصحفية في بلادنا وذلك بوفاة الكاتب والإعلامي القدير عباس غالب وأشهد رئيس الجمهورية بمناقب الفقيد ومواقفه النضالية التي جسدها خلال مشوار حياته من خلال مواقفه الشجاعة وقلم الذي جعله رائد الصحافة الحديثة وأحد فرسانه الميامين ورئيسا ومديرا لأهم وسائلها في مؤسسة الثورة للصحافة والنشر وأكالة الأنباء اليمنية السبع ومؤسسة الرابع عشر من أكتوبر ومؤسسة الجمهورية ومؤسسة الميثاق وأكد فخامته في برقية على أن الفقيد عشى عزيزا كريما مدافعا عن القيم والمبادئ التي أمن بها من أجل وطن تسوده العدالة والمسواه وصدق الكلمة وحرية التعبير ورحل بصمت وكبريا ودون ضجيج وعبر رئيس الجمهورية عن أصدق التعازي والمؤسسة بهذا المصاب الأليم سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله وذويه ومحبيه الصبراء والسلوان بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء وموساهل لؤي عباس غالب الأسودية عزاه خلالها في وفاة والده نائب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية وتطرق نائب الرئيس إلى مسيرة الفقيد المهنية التي تقلد خلالها العديد من المناصب الصحفية وكان خلالها مثالا للانضباط والتفاني وهو ما جعله محل تقدير واحترام لزملائه الذين منحوه الثقة كعضو قيادي في مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين وأكد في البرقية بأنه برحيله يكون الوسط الصحفي قد خسر صحفيا قديرا ظل مدافعا عن الحقيقة معبرا عن تطلعات أبناء الشعب وطموحاتهم وعبر عن أصدق التعازي والمواساه لأسرة وأقارب الفقيد وزملائه وللوسط الصحفي والإعلامي سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيحة جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبرى والسلوان بعث رئيس مجلس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساه في وفاة الصحفي والكاتب عباس غالب إلى نجله لؤي نقل إليه في مستهلها تعازيه الحارة في وفاة والده عباس غالب بعد صراع مع المرض وأشاد رئيس الوزراء بمناقب الفقيد من خلال تقلده لعدد من المناصب القيادية في المؤسسات الإعلامية بالإضافة إلى أنه كان كاتبا في الصحف العربية والمحلية وكان عدوا في مجلس نقابة الصحفيين اليمنين وقال الدكتور بن دغر برحيل الصحفي والكاتب عباس خسر الوطن أحد رجالاته الأوفياء والمبدعين الذي كان لهم إسهاما في إيصال صوت الحق والحقيقة للناس الذي ستظل أعماله الإعلامية وكتاباته خالدة بعد وفاته وستكون محل اهتمام وتقدير عند محبيه وعبر رئيس الوزراء عن أحر التعازي وصادق المؤساة لأسرة الفقيد وأصدقائه ولكل الإعلاميين في رحيل الفقيد سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون توجه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليوم إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن الدولي الاستثنائية حول اليمن والتي ستكرس لمناقشة الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن ومن المقرر أن يلقي المخلافي كلمة أمام المجلس كما سيشارك في الندوة التي تنظمها المندوبية الدائمة لليمن في الأمم المتحدة بالتنسيق مع وفد المملكة العربية السعودية والتي ستعقد بتاريخ الـ 21 من أغسطس لمناقشة تطورات الوضع في اليمن في المجالات السياسية والقانونية والإنسانية وسيشارك في الندوة شخصية سياسية رفيعة المستوى من اليمن والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية أخبارنا من الميدان قصفت ميليشيات الحوثي وصالح الأحياء السكنية في مدينة تعز وقرى المحافظة مما أسفر عن أضرار في المنازل إضافة إلى مقتل عدد من المواشي في قرى الصلو وذلك بحسب ما أفاد به سكان محليون ويواصل الجيش الوطني عملياته العسكرية التي أطلقها الأسبوع الماضي والتي تهدف إلى استكمال تحرير الجبهة الغربية لمدينة تعز حيث شهد محيط مدرات وتبة الضنين ونقطة الهنجر القريبة من مصنع السمن والصابون مواجهة متقطعة في الوقت الذي تواصل فيه الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني عملية تمشيط واسعة للمناطق والقرى المحررة في مدرات من الألغام التي زرع الانقلابيون في مسعى منهم لعاقة تقدم الجيش من الجهات الأخرى إلى ما تبقى من مواقع لها في أطراف الجبهة الغربية من ناحية مفرق شعب الستين مع زراعة الألغام في محيط تلك المناطق لمنع أي تقدم والذي من شأنه أن يمكن الجيش من فتح المعبر الغربي للمدينة وقالت المصادر أن الجيش الوطني استهدف تجمعات للميليشيات الانقلابية في منطقة حذران مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتل منهم وإصابة آخرين أعلنت قوات الجيش الوطني أنها ساستعد للهجوم والسيطرة على مناطق في محافظة صعدة معقل الحذين شمالي البلاد وأضح مصدر عسكري أن ذلك سيكون تمهيدا لإقتحام مدينة صعدة وكشف المصدر عن تشكيل قوة نخبة في محور علم تستعد للهجوم والسيطرة على عدد من المواقع في مديرية باقم في إطار التحضيرات الحاسمة لإقتحام مدينة صعدة وتابع القوات التي تستعد للهجوم مؤهلة بتأهيل عالي على الاقتحام والتدخل السريع والحرب الخاطفة والإنزال المضلي وأشار المظل إلى أن الكتيبة ستنتقل إلى مسرح العمليات قريبا انتهت نشرة المشاهدين الكرام نراكم في خير ودمتم مدام الوطن بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة